موسيقى السلام عليكم ما زالت سنة 2022 سنة مسلسلات وبامتياز سواء المسلسلات المستمرة أو المسلسلات الجديدة من المستمرة شاهدنا موسم رابع ولا أجمل من Stranger Things وموسم ثالث من The Boys يقدم درس جديد عن كيفية كتابة قصة عن السوبر هيروس حقيقية وقعية على الرغم من الخيال الجامح فيها وما زلنا مرتقبين لنهاية الموسم السادس والأخير من Better Call Saul والذي يقدم للآن قصة من أجمل ما يكون لكن في هذه الحلقة سأكمل معكم توصيات عن المسلسلات الجديدة التي بدأت سنة 2022 بالموسمها الأول وفي ضل غزارة الإنتاج المسلسلاتي بسبب حدة المنافسة بين المنصات أتمنى أن هذه الحلقات تساعدكم على إيجاد المسلسلات بالقصص المنشودة يلا نبدأ عودة قوية من منصة أبل تيفي بلس المبدعة هذه السنة بتقديم قصص جديدة ومؤثرة لكن هذه المرة بقصة مسلسل مبنية على الدراما والتشويق والجريمة لكل من يفتقد المسلسل الرائع مايند هانتر هذا المسلسل نوعا ما سيكون ضالتك المنشودة القصة بكل بساطة عن شاب يدخل السجن لأسباب ستشوفوها في المسلسل وينحكم عليه 10 سنوات لكن تجي فرصة من الـ FBI تجعل من الممكن يخرج في فترة بسيطة ممكن يوم ممكن أسبوع ممكن شهر ممكن سنة يعتمد على تنفيذه لمهمة هذا المهمة بكل بساطة تستدعي انه يدخل سجن آخر يغير من السجن اللي هو موجود فيه الآن ويروح سجن ثاني لكن يروح هناك لغرض مهم هو انه يتصاحب مع أحد المتهمين أو بالأصح مع أحد المساجين في هذا السجن هذا المسجون متهم بالعديد من القضايا كلها متعلقة بقتل الفتيات لكن للأسف ما عليه الأدلة الكافية وممكن انه يخرج في دعوة الاستئناف فالدور الآن على هذا الشاب وبطل القصة انه يدخل يتصاحب مع هذا السجين يتصاحب مع هذا المتهم يحاول يستدرجوا بالكلام الين يعرف مين الفتيات اللي قتلهم وين دفنهم وبكذا يكون هذا دليل إدانة كافي انه يضل في السجن لكن الموضوع أبداً مهادي السهولة ممكن تقول طيب الشاب ما عنده شي يخسره سيغير من سجن لسجن ثاني يا ينجح يا ما ينجح ما في حاجة يخسرها أبداً سيطلع من السجن عادي السجن اللي هو فيه موجود الآن عبارة عن سجن الوضع الأمني اللي فيه منخفض المساجين اللي موجودين فيه بتهم عادية وحيتجه الآن للسجن آخر الوضع الأمني اللي فيه عالي جداً والمجرمين اللي فيه شديدين الخطورة اللي هما بطبيعة الحال يكونوا السايكو وممكن أثناء وجوده في هذا السجن أنه يموت في أي يوم يقول كلمة غلط لأحد المساجين يتعرض له أحد من الناس وممكن أنه يموت يعني حياته فيه خطر يوم بعد يوم أثناء وجوده في هذا السجن فإيش اللي حيصير معه؟ الأحداث مكتوبة بطريقة مشوقة الأجواء كلها وطريقة التصوير جداً مقلقة خصوصاً لما نشوف هذا السجن الجديد اللي اكتجه لي وبيئة السجن عموماً وحلقة بعد حلقة بتزيد حدة القضية والحوارات اللي بتصير بين بطل القصة وهذا المجرم والمسلسل كله يعتمد على الحوارات لأنه بطل القصة هيدخل لهذا السجن ما يعرف هذا المجرم حيحاول يتعرف عليه حيحاول يكون صداقة معاه حيحاول يتكلم في كل المواضيع ما عدا مواضيع القتل إليني يوصلوا لمرحلة الثقة فالحوار هنا أساس والحوار كان رائع فإضافة للأحداث والأجواء والكتابة والحوارات الرائعة عندنا تمثيل ولا أجمل سواء من البطل أو المجرم في القصة مسلسل رائع خصوصاً للأشخاص اللي حبوا أجواء الجريمة وخصوصاً للأشخاص اللي ما زالوا يفتقدوا لمسلسل من بداية ما أدمنت المسلسلات وأنا قائمة المشاهدات عندي لا تخلو أبداً من مسلسل طبي جو المستشفيات اللي بيصير داخل غرف العمليات طريقة تشخيص الأمرار اللي هي أقرب من التحقيقات كانت دائماً وأبداً تستهويني لكن للأسف أغلب المسلسلات الطبية القوية ينتهت ينتهى بها الحال أنها تصير مهزلة فهذا أول مسلسل طبي يشد انتباهي من فترة طويلة جداً ولعدد أسباب أولاً هذا المسلسل مبني على كتاب هذا الكتاب كتب أحد الأطباء عن حياته داخل المستشفى عن كل الأحداث اللي صارت معه فجميل أننا نشوف أحداث من منظور طبيب أثناء مزاولة المهنة والسبب الثاني أن المسلسل بريطاني وأنا أعشق الدراما البريطانية لكن هذه أول مرة نشوف دراما بريطانية عن المستشفيات أو عن قصة طبية وبعد مشاهدة عدة حلقات لقيت أن الدمج بين الدراما في الأحداث وبين القصص الطبية وتشخيص الأمراض وكيفية المعالجة إضافة لمعلومة أنها مبنية على أحداث حقيقية بتقدم أجواء جميلة جداً المسلسل من إنتاج AMC واللي سبق وقدم لنا Breaking Bad بالتعاون مع BBC واللي سبق وقدمت لنا Peaky Blinders أتمنى يكمل بنفس الفخامة أول مرة أو على قلب بالنسبة لي أول مرة أشوف أندرو غارفيلد في مسلسل ومو أي مسلسل القصة كمان مبنية على أحداث حقيقية مروعة القصة عن جريمة بشعة تصير لأحد العوائل المنتميين لأحد الطوائف الدينية نتيجة هذه الجريمة موت سيدة وطفلة فيتم الآن اتهام الزوج بعملية القتل لكن الزوج يفجر مفاجأة ويتهم العائلة والطائفة الدينية بالكامل بمقتل مرته وبنته المسلسل والتحقيق في المسلسل بيعتمد اعتماد كبير جدا على قصص بيرويها الزوج وباقي الشهود في القضية هذا الشيء حيخلينا نتعرف على الزوجة نتعرف على الإبنة نتعرف على العائلة نتعرف على هذه الطائفة الدينية الغريبة جدا على المجتمع الأمريكي اللي احنا نعرفه وهذا الشيء حيخلينا نتعاطفه بشكل كبير جدا ما بس مع الضحية ومع العديد من الأفراد العائلة المنتمية لهذه الطائفة الدينية كل هذه الأمور بتصير أثناء وجود المحققين ومحاولاتهم المستميتة لإيجاد الدليل القاطع في القضية والموضوع على رغم أنه كان واضح جدا في البداية لكن يزيد تعقيدا مع الوقت لو تستهويك قصص الجرائم خصوصا التحقيقات هذه المسلسل لك المسلسل من إنتاج منصة هولو والتي بدأت تبث برامجها ومسلسلاتها على منصة ديزني بلس في منطقتنا في البداية وقبل ما أتكلم على هذا المسلسل ضروري أتكلم على فيلم واحد من الأفلام البسيطة التي تعجبني جدا اسم الفيلم جوليا أنجولي أو جولي أنجوليا دائما لخبط من فيهم يأتي أول القصة جميلة ومبهجة عن شخصية حقيقية كتبت كتاب عن الطبخ ممكن تلاقي أن الموضوع بسيط وما يستاهل أن تعمل عليه مسلسل أو حتى كمان تعمل عليه فيلم لكن هنا جمالية الفيلم وجمالية كمان المسلسل البساطة في القصة والتي مليانة عمق في الدراما في الفيلم سنتعرف على هذه الشخصية الحقيقية لكن بأسلوب مختلف هذه الشخصية موجودة أصلا في الماضي سنتعرف عليها عن شخصية معاصرة معنا اليوم ما سأحرق عليكم الفيلم روحوا وشوفوا لكن المسلسل الآن بيعطينا تفاصيل أكثر عن الشخصية الحقيقية من هي؟ وكيف حصلت على هذا الاهتمام اللي نوعا ما عالمي؟ وكيف بدأت برنامجها التلفزيوني؟ وإشال التحديات اللي وجهتها مع الشركة أو مع عائلتها؟ وبالنسبة للناس اللي شافوا الفيلم حابطا منكم إنه ما زالت الشخصية حبوبة وقريبة جدا للقلب على الرغم إنه عندنا الآن مثلة مختلفة والمثلة هذه جاية تقدم نفس الشخصية اللي قدمتها قامة بعظمة ميرل ستريب تحدي قوي وأقدر أقول إنه نجحت فيه وبإمتياز المثلة سارة لانك شاي لدكريت اسمها صح المسلسل من إنتاج شبكة HBO Max وأتوقع إنه موجود في منطقتنا العربية على منصة OSM Plus من البداية كده هذا أفضل مسلسل أكشن شفته من فترة طويلة سواء من مشاهد الأكشن نفسها أو من الجو العام المليء بالمطاردات والصراع بين العديد من الجهات ومرة أخرى لا أدري ما يشبه مع القصص الحقيقية هذا المسلسل كمان مبني على أحداث حقيقية كتبها أحد الجنود التابعين للبحرية الأمريكية في كتاب غير المسلسل من بطولة الممثلة الهول يودي اللي أنا شخصيا سيعجبني مؤخرا في الأدوار الحركية وفي مشاهد الأكشن وهو المثل كريس برات قصة الفيلم عن جندي تابع للبحرية الأمريكية هو أصلا كمان قائد لفرقة هذه الفرقة جاتها مهمة سرية سنتعرف على هذه المهمة وأحداثها من خلال المسلسل لكن اللي يهمنا واحد إن المهمة فشلت اثنين المهمة هذه كانت سرية لكن نكتشف كمان إنهم كانوا فخ نوعا ما محطوط لهذه الفرقة النتيجة موت جميع أعضاء الفرقة ما عاد قائد الفرقة هو بطل القصة ويرجع الآن لأمريكا مصدوم جدا نفسيا الأحداث نفسها تبدأ بعد عودته لأمريكا يرجع الآن بعد ما يتكلم مع المسؤولين يكتشف إنه كل حاجة كان فاكرها عن الأحداث غلط المسؤولين بيعطوله تسجيلات وبيعطوله معلومات غريبة وبعيدة كل البعد عن كل شي هو بيفتكره هذا الشي يخليه يشكك في ذاكرته هذا الشي يخليه يشكك في صحته النفسية والجسدية هذا الشي يخليه يشكك في نفسه لكن مع الوقت يبدأ يكتشف إنه الموضوع أكبر بشكل كبير جدا وإنه جزء من مؤامرة سنشوف طريقة اكتشافها وتتبع الأحداث مع بطل القصة المسلسل من إنتاج شركة أمازون وأكرر هو أجمل مسلسل أكشن من فترة طويلة وبس كانت هذه مجموعة المسلسلات اللي عجبتني من الفترة السابقة ياريت إذا شفت واحد من المسلسلات هذه تشاركني إش هو المسلسل وعجبك أو لا وإذا ما سبق وشفت أي مسلسل من هذه المسلسلات برضو شاركني إش المسلسل اللي اخترته عشان تبدأ بي كان معاكم ماهر موس لشوفكم إن شاء الله حلق الجاية اشتركوا في القناة